فهذا السؤال الأول أظن أنه مكبر أكثر من حجمه وجوابه واضح ولا يحتاج إلى مزيد بيان بنات النبي غير الزهراء عليه السلام هل هن معصومات أو لا أول الكلام أن للنبي بنات غير الزهراء صلى الله عليه يعني هذا أيضا فيه جواب عن السؤال الثالث البنات التي ذكرت رقية وأم كلثوم التحقيق أنهن ربائب النبي صلى الله عليه وآله الأمر الثاني أنه قد يقال أو بالأحرى سؤالك الثالث ليش ما تذكروهم من قال أننا لا نذكرهم رح شوف كتبنا نذكر أننا للنبي بنات أو بالأحرى سؤالك الثالث ليش ما تذكروهم من قال أننا لا نذكرهم رح شوف كتبنا نذكر أننا للنبي بنات لكن نعظم مقامهم لم يرد في حقهم نحن نبين ما بينه الله تعالى وما بينه النبي صلى الله عليه وآله ولا نكتمه كما فعل غيرنا لأننا نخاف من الله ونخاف من قوله إن الذين يكتمونه أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون حتى لا نكون كغيرنا من بعض المسلمين الذين تنطبق عليهم هذه الآية أشد الانطباق نبين ما ورد عن النبي جب لي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أو آية في القرآن مدحا لرقية وأم كلثوم وطالبني ليش ما أبين هذا الفضل لهن أما مجرد أنها كانت بنت نبي قال ما مطلوب مني أبين فضل لم يثبت لها نعم لكونها تربت في بيت النبي هنيئا لها وهذا شيء يدل على شرف لها بلا شك ولا ريب رقية وأم كلثوم التحقيق أنهن ربائب النبي صلى الله عليه وآله رح شوف كتبنا نذكر أنا للنبي بنا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما